اشتركوا في القناة في سنة 2018 وصلنا فترة الصيف وكلنا كنا متحمسين مرة لـ E3 2018 لكن قبل المؤتمر تقريبا بشهر كامل جاء بنعيد أحد أكبر محلات التجزئة في أمريكا الشمالية وهم والمارت اللي بشكل غريب حطوا قاومة ألعاب كثيرة مجموعة كبيرة منهم تم علانها من قبل لكن في عدد كبير منها ما تم كشفها رسميا فوالمارت نكبت شركات التطوير وصاروا يذبون عليهم لما بدأ E3 وخلال مؤتمراتهم تسريبات الألعاب كثيرة لكن ما قد صارت بهذا الشكل الكبير ومن مكان واحد بس فهم جابوا العيد ولا توقع رح يكررون نفس الغلطة مرة ثانية نكبت محلات التجزئة مع ماريو غالكسي قبل عشرين يوم من صدور اللعبة الرسمي ننتندو وزعت نسخة لبعض المحلات حتى يشغلون اللعبة كديمة للناس يجربونها لكن في أحد محلات التجزئة في موظف لاحظوا أن اللعبة تنعاد كل عشر دقايق من الجهاز نفسه مو باللعبة نفسها تقفل كل عشر دقايق فقام أخذ النسخة لبيتهم ونزل اللعبة على كميوتره ثم رفعها للناس على الانترنت وكذا في مجموعة من الناس حملت ماريو غالكسي وختمتها قبل ما تستر من لعبة وأعرف شخصين شخصيين لعبوها وختموها قبلي وأنا كنت أتظرها في محلات لأن جهازي ما كان محكر تهكير نسخة هيلو 2 من المصنع قبل ما تنزل اللعبة رسمياً بأربع أسابيع في شخص سلماني طاحت في يده نسخة لللعبة هيلو 2 وقام هكرها ورفاعها كاملاً على مواقع التورنت وفيه أشخاص كتير لعبوا للعبة من قبل ما تنزلوا بشهر كامل طبعاً مايكروسوت حاولت توقف هذا الشيء لكن ما قدرت وطلعت وقالوا بأنهم واثقين بأن هذا التسريب ما راح يضرهم ولا راح يضر عدد مبيعات اللعبة وفعلاً هذا ما ضرهم أبداً لأن اللعبة باعت أكثر من 8.4 مليون نسخة وبنفس الوقت تعتبر أكثر لعبة بيعت على جهاز الإكس بوكس الأصلي كينغدوم هارت ستري ونكبة محلات التجزئة مع التسريب لعبة كينغدوم هارت ستري انتظروها عشاق اللعبة لأكثر من 13 سنة كل كان مترقب لها من عشاق اللعبة إلى الناس اللي بس يسمعون عنها من سنين بدون ما يجربونها عشاق اللعبة كان يتجنبون الحرب بشكل كبير حتى مخرج اللعبة في المقابلات كان يذكر المقابلين بأنهم يحرصون على عدم حرقها لكن قبل ما تنزل اللعبة بستة سابيع اللعبة تسربت وفيه ناس قاموا يلعبونها ويصورون أنها معهم العشاق انجنوا ومنقطعوا على النت حتى ما يحرق عليهم شيء واليوتيوب كان ملغم فيديوهات القصة لكن طلعت الشركة وقالت أن نهاية اللعبة مما وجودة أصلاً في الشريط وراح تتوفر للكل مع نزول تحديث معين يوفر النهاية لما تنزل اللعبة كويس أنهم كانوا متجهزين لهذه الحالة سيغا جابت العيد مع ديمو حقها لياكوزا ستة في 2018 نزل ديمو للعبة ياكوزا ستة على متجر البليستيشن وكان حجمه 35 جيجا الديمو أتعدى تكون 7 جيجا و35 جيجا كان كثير طبعاً أنا كنت من الأشخاص اللي حملوا الديمو وتفاجأت أن الديمو ما انتهى بنفس المكان إلا انتهى فيه الديمو الياباني اللي لعبتها قبل كم شهر من نزول الديمو الأمريكي دعست في القصة وقلت وش للديمو اللي مراثو يخلص بعدها من هنا دخلت على موقع حتى أقرأ أخبار بشكل عام وانتبهت أن سيغا بالغلط حطت اللعبة كاملة بدل الديمو طبعاً هم نزلوا تحديث يحجب الديمو عليك لكن أنا فصلت النت على جهازي وما رجعت أشبكه مرة ثانية إلا بعد ما نهيت اللعبة ونهيتها قبل شهرين من إصدارها الرسمي الصلاحة جالي ثاني بدومير لما نعبتها كاملاً بنجاني فرحت شرية اللعبة لما انزلت وهذه كانت خمسة من أقوى مواقف التسريب كان فيه صراحة مواقف تضحك كثير لكن صفينا على هذا الخمسة إذا كان الموضوع عاجبكم يلا تكتبوا تحت في التعليقات إذا أودكم بجزء ثاني بخصوص هذا الموضوع كان معكم نوفي النغموش أعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة